هي عودة أم إعادة؟ بقوة يحضر تنظيم الدولة مجددا على مسرح الأحداث ويصبح الحديث الأبرز في العراق ويشغل الرأي العام بكيفية حضوره فمنهم من يراها عودة طبيعية بحكم عدم مغادرة التنظيم المشهد بشكل كامل أصلا ومنهم من يرى أنه أعيد للمشهد لتحقيق مآرب إيرانية ميليشيوية تلتقي مع رغبات حكومة بغداد التي تحاول تصدير أزماتها هناك حقيقة مخاوف ومزاعم بأن إيران وعن طريق بعض الميليشيات التابعة لها هي التي تحرك ملف داعش في هذه المناطق كلا الحالتين تكشفان عن حجم انهيار العراق وتوغله في الفوضى الأمنية مئات ملعين الدولارات أنفقت من الميزانية العراقية على الحرب ضد تنظيم الدولة مدن وقرى دمرت بشكل كامل وشرد وقتل واعتقل مئات آلاف المدنيين الأبرياء وما زالت مدينة الموصل تطمر تحت ركامها جثثا لما تنتشل بعد كل هذا يضرب تنظيم الدولة مجددا ويخرج المسؤولون الحكوميون ليحذروا من سيطرة التنظيم على عدة مدن غربي العراق وفي حال كانت عودة تنظيم الدولة أمرا دبر بليل فالمدبر يكمن في معرفة من المستفيد أهو الولايات المتحدة التي تريد أن تؤكد فشل الميليشيات في إدارة الميف الأمني فيما تعرف بالمدن المستعادة أم هي الحكومة التي تبحث عن مخرج من دوامة أزماتها فرأت أنه من خلال استثمار ورقة التنظيم يمكن أن تصرف الأنظار عن فسادها وأزماتها الاقتصادية وتشاطر الحكومة المصلحة نفسها ميليشيات الحشد وإيران لإعادة ترتيب الحسابات مع الشريك السابق في معارك عام 2014 الولايات المتحدة